وجه قائد المنطقة العسكرية الثانية لواء ركنطيار فائزة تميمي برفع الجاهزية والاستعداد لكافة الألوية والوحدات العسكرية تأخبا لأي طارق مع اقتراب مرور الإعصار المداري تيج بالمنطقة واحتمالية حدوث أي تأثيرات له بساحل حطر موت وأكد القائد التميمي على ضرورة إنشاء غرفة عمليات مشتركة بين الأجهزة المدنية والأمنية والعسكرية المختصة لمواجهة أي تأثيرات محتملة للإعصار تعمل على قدرة عالية من التنسيق والانسجام لضبط تحركات الأجهزة المختلفة خلال مرور الإعصار أو حدوث أي تأثيرات له بمناطق ساحل حطر موت مطالبنا المواطنين باتباع التعليمات والإرشادات المعلن عنها من السلطة المحلية والجهات المختصة وأخذ الحيطة والحذر كذلك مساعدة الأجهزة والطواقم المختصة وتسهيل تأدية عملهم خلال حدوث أي كوارث أو تابعات لا قدر الله اشتركوا في القناة